بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مالعة حصولهم من الله فأتاه الله من حيث لم يحتسنوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بلوتهم بأيدهم وأيد المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنه شاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على حصولها فبإذن الله وليحزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والرام على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأرمياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شهيد العقاب للفقراء المعاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانهم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هادر إليهم ولا يجدون في صزورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن ينقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولإن قتلوا لا ينصرونهم ولإن نصرهم ليوللن الأدبار ثم ننصرون لأنتم أشد رهبة في صزورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقرون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاطبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغده واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرقون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله عما يشرقون الشيطان